السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الزمالك يفاجأ الأحمر بهذا المنصب أوضح مدير النشاط الرياضي في النادي أحمد عبد الدايم أن الفريق الأول لكرة اليد بالزمالك يستطيع استكمال البطولة العربية دون مدير فني وأشار خلال تصريحته إلى أن مساعدين أحمد رمضان هتلر المدير الفني لكرة اليد وأحمد الأحمر قائد الكوماندز قادرين على قيادة الفارس الأبيض الفنية بالبطولة وشدد على أن الأحمر كان لديه الكدرة والمسؤولية وقال لإدارة القلعة البيضاء هنسافر وهنكسب بالرغم أن المدير الفني كان عاوز يهرب من البطولة وضف هتلر لو عايز نط من المركب لدينا مساعدين قادرين على استكمال المهمة وإذا تطلب الأمر الأحمر سيبقى لاعب ومديرا فنيا وأكشف عن توفير الإدارة لفريق اليد خلال يوم 8 مليون جنيه وكنا غير قادرين على توفير طيارة خاصة للفريق أحمد الأحمر طبعا قادر على كل شيء وإن شاء الله ربنا يوفق قرد اليد وقرد القدم وكل الألعاب في نادي زمالك العظيم ترجمة نانسي قنقر